مرحبا بمشاهدين الكرام في قناتكم قناة اخبار المنتخبة الوطنية الجزائري واخبار محترفين وفتح الفساد الرياضي بكل انواعه والسنا تابعين لأي طرف خوتي اخواتي ما تنسوش تبارتاجوا الفيديو تواعنا ودون عن بتلاك خوتي باش تفاعوا ان شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله وما تنسوش تبارتاجوا الفيديو تواعنا باش يحكوكم لنوتيفكاسو تواعنا بإذن الله وفوالا خوتي اليوم هنتكلموا اكسبسونير انا مش منعاتين نتكلم على مبارايات التصفاوية للاندية الافريقية نحكيكي مع العام الماضي ضد من تألق شبيت القبائل ولكن اليوم نتكلم على شبيت القبائل على المبارات الرجلية التي فازت بها اليوم في الاراضي المغربية ضد الجيش الملكي المغربي مباراة كانت قوية بشبان سيبورسا حبيت نحكي على هات الشبان اللي كالعادة ادهاشوني هاد اللاعبين لا يعطيهم الصحة هاني اللي خوتينا القبائل هاني اللي الجزائر بهذا الفوز المعنوي جاء في وقت خوتينا قبائل خاصهم حاجة كما يقولوا يسولاجوا بها وهي الوجياسكا الوجياسكا توجه تعالى بعد النيف توجه الوجياسكا تمثل جزاء احسن تمثيل شفنا مباراة رجلية ولكن قبل ما نهضروا على المباراة هذه وحبيت ندير ديرو مارك على هاتك المباراة اللي لأول حاجة نشكر المعلق بسكو سخليتنا دوزان ميطن في القناة المغربية عجب المعلق المغربي يقال باللي هاني اللي لشبيبات القبائل وان شاء الله روتور في الجزائر الشقيقة يكون في المستوى وهادي عجبتني وكانت قوموا في مباراة انتباهنا للناس اللي تفهم كواليس الكرات القدم نتكلموا عليها قبل ما نحن نتكلموا على التشكيلة ولي ركريث مو وهذا يدل على ان الانتدابات والعمل اللي قام بهم الليل قام بعملين كما يقولوا وعاملين جبار جابدي جان دي بي بيت واغمشته والله يبارك اه متلوا جياسكا احسن تمثيل وقبل ما نروحوا ركريث جياسكا بس كنا نقولوا للمحسين احسنتا ونقولوا للموسيئ اسات ما كنا نتعرفوني باللي انا ياليشان ما تقبلتاش يكون قضب جياسكا لعددة امور تكلمناها من قبل لما بنا بلي كي يجاو كي يجاو بالدبابة ولكن حاجة للناس اللي ما تفهمهاش خوتي القبيل انا شوي با ني اعبك مللان ني اعبك ياليشان انا مع الحق اليوم حاجة عجبتني في ادارة ياليشان اليوم خدموا غاية في الكواليس بلا ما ندخل في التفاصيل اليوم باينا في الدوزة عميطان طعب الكالكوزان من جياسكا اه ما خلوش للصدفة حماو اليوم جياسكا كانت محمية في الكواليس هذه اللي نعطي عرب بها اليوم بس كنا نفهم هاد الامور وحياتي افريقيا ونعرف اليوم الجياسكا كانت محمية مية بالمية لو ما كانتش اليوم الجياسكا محمية وخاد ملكا والي استحاملها كانت اليوم ما تقدرش تفوس بلا ما ندخل في التفاصيل كان ذي امور اللي ما تسفلوش بلا ما ندخل في التفاصيل برافو لو كنروحوا اليوم 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 لو كان غسط نستعلايا ليشا اليوم لو كان نربح الفضل الكبير يعود الى ادارة ملال السابقة هذه حقيقة كما يقول لك كما يقول لك كما يقول لها بلعجياء اللي بوف يشلف اليك الطبيب هو ما ينحيهاش اليوم بان بلي اللي مدروسة وجابت جابت لي فرويتا وحال اليوم لقاء امليح لاعبين شفنا براسك واحد ستين او خمسين بمية لاعبين جدد لي جابوهم جابوهم ملال باسكور ما يخفاش عليكم خوتي اليوم الجياسكا يعبت بالريكرية ما تاع الروري تمنى الروري تمنى اخر بالريكرية ما تاع الجياسكا تع ملال اليوم الروري تمنى هو ريكرية ما تاع ملال باسكور ما جاء هادا ياليشن بطريقا الي جاي بها كدبها الجياسكا كان الريسوسة على كاف كانوا تبعتون الFunvidadilia الافريقية 6% لعبوا بلا حاليس تعمل لها غادين شوفوا التشكيلة خوتي ونشوفوا قاعد تشكيلة كما يقولوا ونشوفوا شوفوا الخاوة هاي التشكيلة راي قدامي الله يبارك الله يبارك وراهي التشكيلة اللي لعبت اليوم هلا 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 التشكيلة قدامي سيدي صالح غارديان على تروحوا سيدي صالح جابوه من بنعاكنون هالاول تانيا كاروم جابوه لعبلي فاتم اللازمو ستعم بونجور قاعد تارت بنزايد هاداك اللي كان نو مامو يخرج بطاقة حمراء كان عندها نو مامو يدي بطاقة الصفراء سيبوستا قلت لكم اللي مكنتم كوفني غاية في الكواليس تارت بنزايد قلنا تاشير غومو العيد لو كنتموت تاشير غومو العيد ها اتناني ها اتنان زايد دونبا 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 تاستاد ماليا جابوه من اللازم هادا صفقة مربحة هادا تقدروا مدابيكم غير برونجوا للكونترا تاعه باسكو هادا تبيعوه فلوروب تدو معه مكتوب شباب دونبا اللي كانت مدعا من مسيو من اللازم السنك بو حكاك بو حكاك جابوه من عين مليلا هلا ها سيتي ها سيتي بن عبدي قديم خلفاوي مليوتيرا بتاع شلوهم العيد الله يبارك كين اليهم اليهم وممو تعليه كاتيجوري تعليه سبور تعليه كيبي اللي لعبوه اللي داني ماش مع تلمسان تعني الله يبارك التاسع مدان مدام قديم جابها العملي فاتم المدية كين بن سايح وكين هارون ها شا عقلنا كين من واحد كين واحد واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة فوق الخمسين بالمئة ستين بالمئة تشكيلات اللي جابها من اللازم ها نعنى ذرو المرس ونقولوا له بارك الله وافك من اللازم البصمة اللي غادي تبقى في الجاسكا حبيته وهدو غادي يخاوي بشكل بشكل هدو اللي جوا غادي يلعبوه حتى المامو يكملو حتى دول المجموعات بس كل اللي لليسوس تال جون في باش لاكاف تعالوا تحليهم يديروا انتدابات جدا وهدو اللي غادي يكملوا الالي كون بلي هما غادي يلعبوه ناطعب اللي حك شوف نه جوال غادي تاع ثلاثين اربعين مليون الله يبارك شوف وانتو جيب لنا جوالة 150 200 الناس دات لي زافر الناس خروضت هلا بنا قاعدة قاعد من هباو الدبار جاي بيعو يشير في الجاسكا هلا بنا بها هاديك اتمنت تصفو الأمو في قادم الأيام ولكن انا اليوم نحيي 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 لعب الشبي بهات شبان نحيي الاسطنبولي دار شوية غلطات لعب الرول بزا في الدوزا متو وكان قادر من هباو كانوا مع الانسية انترينة هادك لابان كانت توجوه يلعب لطاك يا باح وزيدي ماركي يزيدي روح القدام سي بورسا عبت على اسطنبولي هاد الامر ولكن مباراة شوفنا اللاعبين كانوا في اللاعبوا بغطول لقاء بغطولي هاده هو الجيازك اللي نعفها اي خضره وصفره الجيازك تلعب للمنيف واليوم اللي يكريك المنتعم ملال بان باللي مشينا بورتكوا ملال يقرار ويجيب لي بي بيت والناس اللي كتخدم معه ناس تعرف البولة وفولة خوتي مبروك الجيازكا مبروك الجزائر وفوز معنوي لكل جماهي الجزائرية بلما تخف التفاصيل تحية لكم وانتويل رجيل والسلام عليكم اشتركوا في القناة